الأغاني وإن هما يغنيون ونفسهم ي وزعون ونفسهم يعمل بسطرات ونفسهم وعلاقتك كان دخل به في الأغاني، وأنت بعد كده خرقت منها وانت شيت نفسك مع أنك كان في مكاس متربط بصرعة أعني إيه العلاقة.. لي sandbox gather.. أنا كنت بصمم بسطرات لالأغاني وكنت بعمل موينتج للأغاني وكنت بعمل كلبات كنت بصور كلبات مقمنسش كلبات فكان لئي شغل.. شتغلت فترة كبيرة في المعودة حوالي ست ألا سبع شهور يعني طب انت يعني باتلي صراحة يعني عشان الدنيا مكتش ماشى معك ولا علشان يعني لما جيت في مرة سألتني كده فقلت لك ده حرامه بتاعي يعني ايه ولا هي عشان مش ماشى مفيش فيها مديات والدنيا كتوقفة زي ما بقوله كتناشفها ده هي كت مدياتك كويسة كت الدنيا كويسة فيها سلسلة غيران القرآن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا نموذك كويس جدا بدئ ما شاء الله في مشهور القرآن وبدئ برضو يصلي بالناس ما شاء الله لكواتي اللي بلى وسنو صغير نستفد منه النهاردة ونسمع منه نصائح نتعرف عليه اسمك ايه؟ شعب شعب ما شاء الله عندك كم سنة؟ واحد وعشرين واحد وعشرين سنة ما شاء الله يعني يصينك صغير وان شاء الله يتنفع الشباب بالنصائح اللي انت هتقدمه لهم النهاردة يعني يقول لنا كده ايه الايات اللي انت دايما بتحب تصلي بيها بتحب تسمعها معلمة معاك ايه هي الايات دي؟ هي اول اية اية في سورة مريم وكلهم اتيه يوم القيامة فرضا يعني انت فهمت من ايه الايه دي ان كلهم اتيه يوم القيامة فرضا يعني ايه؟ ايه الايه دي يعني من اسباب ان الواحد ثابت الحمد لله لغطيت ربنا ان هي مهما عملت محدش هيشي لعندك انت رايح لوحدك اللي نصحك بالصح مش هيشي لعندك واللي نصحك بالغلط مش هيشي لعندك فانت اللي بتعمله هو اللي تجزى به ما شاء الله يعني هتقفوا ضمن ربنا لوحدك ويعني هيسألك على اللي انت عملته نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة طب ويالآية التانية اللي انت يعني دايما برضو بتحس بيها ودايما معلمة معاك ايا في سورة الاسراء ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للأوابين غفورة اه يعني بتفهم ايه من الآية دي يعني ما شاء الله يعني انت حتى جايب آية قويسة معان مشورك ما شاء الله في بداية البقرة وتقريبا في تلات اجزاء بس ما شاء الله يعني فيها آيات في القرآن جوا كده انت جايبها يعني بتفهم ايه من الآيات دي نوك غانة للأوابين غفورة يعني جميلة الآية دي برضو من اسباب ان الحمد لله ان الوحد ثابت ان مهما عملت الوحد برضو احنا بشر وبنغلط وكلنا بنغلط ان انا مهما عملت برجع تاني بسبب الآية دي الآية دي ان ربنا مهما عملت برضو ايه هيغفر لي ان انا واثق في ربنا واثق في رحمة ربنا بس ما شاء الله ربنا يا ربي يثبتك على طعاته يثبتك على هداه قلنا كده يعني انا كنت سامع منك ويعني لاني شايف شايف كتير مغرورة بموضوع الاغاني وان هما نفسهم يغنوا ونفسهم يوزع ونفسهم يعملوا بسطرات ونفسهم قلنا كده يعني ايه علاقتك كان داخل بايه في الاغاني وانت بعد كده خرقت منها وانت شيت نفسك مع انك كان في مكاسب وانك ممكن تتشير بسرعة يعني ايه العلاقة لقد ربطتك بالاغاني انا كنت بصمم بسطرات للاغاني وكنت بعمل المونتاج للاغاني وكنت بعمل كلبات كنت بصور كلبات ومنسش كلبات ليه شغل يعني اشتغلت فترة كبيرة في الموضوع ده حوالي ست شهور سبع شهور كده طب انت يعني باتلي صراحة يعني عشان الدينة مكتش ماشي معك ولا علشان يعني لما جيت في مرة سألتني كده فقلت لك ده حرامه بتاعي يعني ايه ولا هي عشان مش ماشي مفيش فيها مديات والدينة كانت توقفة زي ما بقوله كانت نشفة ده هي كانت مدياتها كويسة كانت الدينة كويسة فيها بس انا بصراحة كان جواه شك ان الموضوع ده غلط الموضوع ده حرام وسألت كذا حد قال لي لا مش حرام ولا حاجة انت ما فيش عليك زنب ولا حاجة انت ما بتضربش الناس على قديهم والاغاني اصلا في ناس جدا بتقول ان الاغاني مش حرام فمشكلة الناس ان الناس دلوقتي في غفلة انت عشان تقنع مسلم بدينه بقى اصعب انت تقنع غير مسلم وبعدنا ربنا علوم ان الناس ما يشتري لهوة الحديث اللي يضلها عن سبيل الله وعبد الله ابن مسعود اقصى منها نزلت في القناء يعني بس الناس عايزة بس دين على هوا هي سبحان الله فكان بعدك بسبب ان هو حرام يعني تحب تنصح ايه بالشاب اللي هي نفسها تنخشي في الاغاني بقى والبسترات وعايزين تشهروا تقول لهم ايه يعني اقول لهم والله الموضوع ده ما بينفعش يعني انا الحمد لله اشتغلت الفترة اللي اشتغلتها دي ورحت وجيت واشتغلت مع ناس كتير جدا واشتغلت مع ناس مشهورة جدا والحد قريب انا مبطل بقلي فترة كبيرة والحد قريب كان فيه منتجين وناس كانت لها علاقة بيهم يكلموني عشان عمللهم شغل وتقالت لي بالنص انا معايش شغل وعايز اعمله كويس فعايزك انت اللي تعمله لي وانا اللي رفضت كان موضوع يعني كان ناس مشهورة كانش ناس بسيطة يعني يعني والله كان خوفك منك تعبر ربنا سبحانه وتعالى على المعصية وبعدين انت يعني بتنشر الاغاني وتلاقي ده بيسمع وده بيسمع فانتا حتى لو كل ما المشاهدات تزيد كل ما الاوزار بتزيد وكل ما الذنوب بتزيد وانحنا والله مش حمد احنا كفاء علينا الذنوبنا بس والله الله يفتح عليك والله طب يعني قولينا كده تحب تنصح يعني الشباب بايه اللي هم في سنك برضو تنصحهم بايه تعتبرك نصحتهم كده ان هم السكة دي بتاعت الاغاني ونشر الاغاني تحب تنصحهم بايه الله ينصحهم يعني يحاولوا اقربة من ربنا وهم بس في مسافة ما ياخدوا خطوة يعني هيلقوا الموضوع يختلف معاهم يعني اغلب الشباب اليومين دول مش الشباب بس الناس كلها طريبا في غفلة يعني الناس مش عاملة حساب انها تقابل ربنا يعني انت لو جيت تنصح واحد يقولك لا انت لا هتحسبني ولا ربنا اللي هحسبني فالناس ما بيتش مستعدة انها تسمع أصلا الكلام يعني انت لو حاولت تنصح واحد هيقابلك برد ما يعجبكش قبل ما تنصح واحد بتفكر مية مرة الشباب اليومين دول يعني تلاقي اللي راكب توك توك مشغل أغاني واللي راكب عربية مشغل أغاني فانت يعني قابل تسمع أغاني اسمع مع نفسك تشيل زنبك ما تشايلش الناس زنوب معاك وتشيل زنبهم معاك برضو فانت يعني لو عايز تسمع أغاني شيل زنبك على قدك ما تشيلش زنوب حدي تاني معاك والله يعني ما شاء الله والله طب يعني عندك حاجة تقولها لهم تاني يعني غير ان هما يبدأ يعني ايه يشيلوا زنوب مش زنوبهم ويشيلوا شلة مش شلتهم تقول لهم ايه يعني ايه يعني بعد مقرب ربنا ومشلوش شئلة مش بتاعتهم تقولو مي تاني يعني تقولو مي ايه يعني من الحاجات برضو اللي اللي بيداء الواحد ان احنا في ايام مفترجة يعني دخلنا ع نص رمضان والناس لسه برضو في غفلة والناس لسه بتنزل اغاني في الستوري عندهم عالفيس وعالواتس وقالا اكني في اي حاجة. غير ان هم بيفتروا برضو على دخان او وقالا اكني الدنيا عادي يعني. يعني في ناس يعني في نهار رمضان بنمش عادي نلاقي ناس اللي ماشي مولع سجارة وعادي ولا اكني في حاجة الموضوع بالنسبة له بسيط واللي بيسرق برضو في رمضان عادي ولسه زي ما هو هو اللي في فيه يعني لا لكن اي حاجة وتلاقي ده منزل بست مسلا عافية سيقولك انا مش حاسس برمضان يعني انا شهر الخير بس انا حزين وانا تعبان وانا زعلان ما انت اللي بعيد. ما انت اللي بعيد والله صح هو ما تعرضش خلاص الله سلام ان في الدهر نفحات الا فتعرضوا لها. طب حياتك اي قبل القرآن انت مكنت جيبتك لقرآن اوه يعني هتحامل ازاي يعني احكينا على حياتك قبل القرآن بعد كنا نتكلم على حياتك بعد القرآن حياتك قبل القرآن حياتك قبل القرآن قد صعبة جدا لان انا بالطبع انا شخصية عصبية انا عصبي جدا رغم هدوء الناس كتيري بتاشى ان انا هادي وبارد الناس كتيري بتقولي كلمة ان ده بارد بس انا البروت ده بحاول بحاول اتفادى به غضب عصبيتي فكت عصبي جدا فالقرآن يعني ساعدني في الموضوع ده جدا هداني هدى عصبيتي جدا. يعني انت حاس ان القرآن خليك تاخد نفسك وخليك تحس ان في روحانيات وفي رحمات لما دخلت في القرآن ولما بيت تقرأ ما شاء الله بشوك بتحط كده يعني حاجات تفسيرية جميلة كده بتعملها في بسطرات كده ما شاء الله عليك. بعد القرآن بقى كت ايه? بعد القرآن كان احسن بكتير ربنا قالها الصريحة في صورة الاسراء ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى فدي لوحدها كفاية. يعني نعم والله يعني بياخدك من الظلمة كده وديك النور. بس انت ابدأ اقرأ وابدأ ايه? ابدأ افهم الفهم احسن من القرآن بكتير يعني ربنا لما وصف الكافرين في القرآن قال فلا يتدبرون القرآن فانت مسافة ما تفهم بس وتاخد الخطوة الموضوع يختلف معاك. مش تقرأ بس واجري اجري 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 عد عد عد. انا قرأت خمستاشر جزء لحد دلوقتي قرأت عشرين. فهمت ايه بقى من الخمستاشر ولا فهمت ايه من العشرين. الموضوع مش في القرآن وخلاص يعني ربنا قال اقفل يتدبرون القرآن. صح يعني اقفل يتدبرون القرآن اما على قلوب اقفلها. الله يفتح عليك. وجزك الله كل خيرا على مبارك الجميلة ديت. وربنا ينفع يعني بالفيديو ده شابوانا وسوط ان انت كنت معاني النهاردة. ومع انك ما شاء الله يعني ما بتكلمش قدامك بس ما شاء الله يعني ربنا يحفظك ويجعل الفيديو ده سبب تغيير كتير من الشباب في فكرة الاغاني. وفكروا في كلامنا. احنا بنحبكم في الله.